محركة فضلت وقلت يعني نتيجة تنمية هذا القطاع المهم في الدولة كان لابد من وجود مواد تشرع كيفية الاستخدام الامسل وهنا لابد اننا يكون عندي قاعدة بيانات متكاملة عن هذا الموضوع قاعدة بيانات عن حجم الثروة السماكية اللي موجودة عن احتياجاتنا الخاصة بيها عن حجم التعديات اللي ممكن تكون موجودة على البحيرات وزي اننا احمي هذه البحيرات من اي تعدي يعني ياريت قبل ما نهرف مواد القانون بالتحديد نقول اهم التحديات اللي كانت بتواجهنا في هذا القطاع واللي كان بناء عليها لابد من تشريع جديد ينظم يعني التعامل معها اي لو جينا نتكلم في حجم الانتاج من المصايد الطبيعية اللي هي البحيرات جزء منها والاستزلاع السماكي احنا عندنا بنتج من الاستزلاع السماكي ما يعادل 11 مليون طن ومن البحيرات ما يعادل 450 الف طن وبالتالي كان لازم يكون فيه اهتمام كبير جدا من الدولة ومن فخمت سيد الرئيس ومن وزير الزراعة كمان انه هو ان احنا نوجه الجهود كلها نحو ان احنا نهتم بالبحيرات وبالتالي اطلق فخمت سيد الرئيس من فطلة المشروع القوي لتطوير البحيرات وبدأنا ناخد لكل البحيرات البحيرات عندنا كانت بتعيني من 3 اشياء معضلة بداية من الصيد الجائل للتلوث للتعديات تمام وبدأت تطوير في البحيرات وخصوصا البحيرات الشمالية باعتبارها غنية بانواع الاسماك البحرية الجيدة اللي يتم تصديرها هتغير على الاقتصاد بتدخل عملة صعبة للبلد وبالتالي كان فيه اهتمام كبير جدا ان انا بالتوازي وانا بطور في البحيرات ان انا اغير مواضي القانون عشان تخدم عملية التصديق تزويد للانتاج طيب